اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم لبدأها بآخر خرائط جوية معالجة حاسوبيا تشير لتحركات الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا هذه الخرائط تشير لتقدم هواء بارد قادم من الأراضي المصرية لكتلة هوائية تتحرك تدرجيا باتجاه الملكة كما تلاحظون بهذه الألوان وهذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا والمتوسطة يتوقع أن يبدأ تحركها باتجاه الملكة مع ساعات متأخرة من يوم الأربعاء وتستمر بالسيطرة كما تلاحظون على المنطقة الشرقية البحر بنتوسط بما فيها شمال السعودية حتى نهار يوم السبت هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو المتوسطة والعليا أو ما يسمى أحيانا عرفا بالأرصاد الجوي بمنخفض الجوي العلوي يتصادف ذلك وجودها مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر هذا المنخفض الجوي الذي يمتد إلى المنطقة بشكل موسمي ومن فترة لأخرى ويجلب معه الأجواء المستقرة التي تكون صفحة برياح جنوبية شرقية إلا في حال تلاقيها مع المنخفض الجوي العلوي بمعنى آخر بأن منخفض البحر الأحمر الذي يمتد باتجاه المملكة والمنطقة يجلب أجواء المستقرة وارتفاع على درجات الحارة وهذا ما حصل الثلاثاء ويوم الأربعاء ولكن في ذا تلاق هذا المنخفض الجوي للبحر الأحمر مع منخفض جوي العلوي ينشأ ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي سنتحدث عن تفاصيلها بعد قليل خراءة الضغط الجوي هذه تشير لأن هناك امتداد لمنخفض البحر الأحمر ولكنه يتشكل مركز لهذا المنخفض الجوي قبالة السواحل الفلسطينية ويصبح نظاما جوي مركبا بحيث تتطور أحوال جوية غير مستقرة قد تكون شديدة في بعض المناطق نتيجة هذا النظام الجوي الذي نعتبر امتدادا لمنخفض البحر الأحمر بشكل عميق متصادفا مع وجود ذلك المنخفض الجوي العلوي يوم الأربعاء يتوقع أن تستقر الأجواء بشكل عام في أغلب ومعظم مناطق المملكة ولكن اعتبارا من ساعات الليل كما سنشاهد عبر هذه الخراءة يبدأ تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة فوق مناطق شبه جزيرة سيناء في ساعات المساء وأقصى المناطق الشمالية من البحر الأحمر تدريجين هذه السحب مع ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء على الخميس يبدأ دخول سحب ركامية رعدية ممطرة إلى حدود المملكة قد تصل أجزاء من العقبة والحدود الجنوبية السعودية الأردنية تدريجين مع ساعات ما بعد متصف الليل وطجر يوم الخميس تصبح مناطق محافظة العقبة والمناطق الجنوبية تحت تأثير سحب ركامية رعدية ممطرة نعني بسحب ركامية رعدية ممطرة بأنها عبارة عن غيوم تتشكل بشكل عشوائي في مناطق متفرقة تكون مسبقة أحيانا بنشاط كبير في سرعة الرياح وهطول للأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية أحيانا يبدأ صعود هذه السحب الممطرة مع ساعات صباح يوم الخميس نحو المناطق أكثر اتساحها للمناطق الجنوبية من المملكة كما تلاحظون هذه الألوان تشير إلى وجود بؤر غزيرة كفيلة أن تؤدي لتشكل السيول بشكل كبير وجريان الأودية في المناطق الصحراوية من جنوب المملكة بمشيئة الله تعالى مع ساعات صباح يوم الخميس يتوقع وصول هذه السحب الركامية الرعدية إلى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وتصل ربما العاصم أمان مع استمار توافد المزيد من السحب الركامية الرعدية القادمة من الجنوب باتجاه العقبة وادي عربة عموم مناطق جنوب المملكة وتصل أيضا السحب الركامية الرعدية ذاتها إلى المناطق الشرقية جميع هذه السحب لا يستبعد أن تكون مرفقة أحيانا بهطول زخات غزيرة من الأمطار في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة والتي تكون كفيلة بتشكل السيول وتؤدي لجريان الأودية كما قد تكون بعض من هذه الصحب مصحوبة بزخات البرد خلال ساعات نهار يوم الخميس تشتد بعض من هذه الصحب الركامية تصبح شديدة في بعض المناطق ولكن الفعلية الأساسية لهذه الصحب تكون في المنطقتين الجنوبية والشرقية مع وجود فرص لأمطار رعدية غزيرة في مناطق مختلفة من المملكة طبيعة هذه الحالة الجوية هي حالة من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي الأمطار لا تكون متواصلة ومنتظمة إنما تكون عشوائية ولكن لا يمنع أن تكون غزيرة على فترات يستمر تحرك هذه الصحب الركامية الرعدية من المناطق الجنوبية نحو الشمال والشرق والجنوب وكما نلاحظ بقاء بعد الصحب بهذه الألوان معنى أنها مصحوبة ببؤر غزيرة ولكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الخميس تصعد هذه الصحب مبتعدة عن المملكة وتخف حدة الأمطار مع بقاءها بشكل محدود في مناطق معينة مع ساعات مساء الخميس كما نلاحظ وليلة الخميس على الجمعة مع بقاءها بشكل محلي في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية وتتراجع فرص الأمطار مع بقاءها موجودة لكن بشكل عام تتراجع مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة نهار يوم الجمعة يحدث هناك في ساعات الصباح ما يسمى بتراجع في حتى تم استقار الجو نتيجة مرور هذا الهواء البارد ولكن يلتف مرة أخرى هذا الهواء وهذه الأمطار من جديد مع ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة لتزداد من جديد فرص وطول الأمطار في ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى ومساء يوم الجمعة لا نريد أن نعقد الحالة إنما كملخص يتوقع أن تزداد الأحوال الجوية غير المستقرة اعتبارا من ليلة الأربعاء على الخميس تكون غزيرة وشديدة بعض البؤر المرافقة لها تبدأ منذ ساعات الفجر والصباح صعود سحب ركامية رعدية من المناطق الجنوبية من المملكة تمتد تدرجين المناطق الوسطى ومن ثم الشمالية والشرقية تشتد أثناء النهار تتراجع الفعلي ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة وتعود من جديد مرة أخرى في ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة الأربعاء الأجواء تكون مستقرة نهارا درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة مثل هذا الأوقت من العام تسجل في العاصم عمان 17 درجة جمعية والأجواء غالبا صافية ويتوقع طبعا خلال ساعات الليل أن تزداد فرص وطول الأمطار الرعدية وتسجل درجة حرارة صغر 11 درجة جمعية في المناطق الجنوبية تزداد فرص الأمطار الرعدية يوم الخميس يطرق انخفاض قليل على درجات الحارة النظام الجوي ليس بارد بشكل كبير درجة الحرارة العظمى 14 درجة موية وهي تبقى أعلى من المعدلات مع فرص الأمطار الرعدية كما ذكرنا ليلا ثمان درجات مئوية مع تراجع في فرص وطول الأمطار رغم بقاءها موجودة يوم الجمعة تعود مرة أخرى في ساعات النهار فرص الأمطار الرعدية مع انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسجل العظمى 11 درجة مئوية وتتراجع الفعالية الجوية في ساعات الليلة وتسجل الصغرى 8 درجات مئوية نتعرف الآن الدرجات الحرارة العظمى وتوقع على الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء على الخميس والتي سنبدأها من شمال المملكة في محافظة إربت 19-10 جرش 20-11 عجلون 18-10 وفي المفرق 20 إلى 10 درجات مئوية في وسط المملكة في العاصمة عمان 17-11 في السلطة 18-11 معدبة 19-9 البحر ميت من 26 إلى 16 في الزرقاء من 21 إلى 10 درجات مئوية جنوبا في الكارك 18-12 الطفيل 17-10 معاني 28 جبال إشارة 16-7 وفي خلج العقبة ترتفع العظمى إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 15 درجة مئوية والأجواء دافئة للغاية في خلج العقبة ولكن تبدأ فرص أمطار رعدية في ساعات الليل المناطق الشرقية روشة 22-10 والأجواء دافئة للغاية نهارا 21 إلى 7 في الصفاوي وفي الأزرق من 22 إلى 9 درجات مئوية ختام هذه النشرة الجوية ببعض التوصيات الهامة بشأن أحوال الطق صغير المستقرة المتوقع أن تبدأ على المملكة الأمر الأول هو ضرورة الانتباه من الحذر الشديد بالأحرى من مخاطر جريان الأودية يومي الخميس والجمعة عدم المجازفة بالذهاب إلى تلك المناطق سواء رحلات أو حتى التواجد بالبطون الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة التوقعات بجريانها بشدة وبشكل كبير هناك مخاطر جمع من تشكل السيول الجارفة لا سيما في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة الانتباه أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب السحبة الركامية الرعدية التي قد تؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح والتي تؤدي بدورها إلى إثارة بوجات غبارية أحيانا وأيضا ضرورة الانتباه من العواصف الرعدية والاحتماء بالداخل عند وجود العواصف والصوائق الرعدية وعند اجتدادها من فترة إلى أخرى هذا كان كل ما دينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم زيارة موقع تقص عربيريبو.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية دمتم دائما بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة